موسيقى الآن معنا مروان إسماعيل وهو من الفائزين في ديدي إليبن من اليمن استمعوا لا سبيل للتغيير دون تقبل الآخر منذ أيام كتبت أو نشرت بوست على الفيسبوك لفيلسوف فرنسي فرد علي أحد الأصدقاء وقال لماذا ابتعدت عن رسول الله محمد صلى الله عليه وكتبت بوست لنصراني رددت عليه أن تستخدم الكهرباء ومن اخترعها هو نصراني إذن ابتعد عنها وأنا أبتعد عنها فهل تقبلني كمسلم سني أو شيعي أو درزي أو علوي أو صفوي هل تقبلني كمسيحي أرثوديكس أو بروتستاني أو كاثوليك هل تقبلني كيهودي أو علماني من لديه مفتاح الجنة يرفع يده وأنا معه من يتحكم في الأقدار من يقبل الآخر من يتحكم في أن نكون وسيطان في الأرض من يتكلم بسم الله بالأرض من أعطى الشرعية لك كي ترفضني أو كي تقبلني إذا كان لديك الحق فأنا معك وإذا كان لك فلا دخل لك بي كانت لدينا فرصة في ثورات الربيع العربي فرصة ثمينة كان يستطيع منها الشعوب العربية أن يقتنمها وأن يغير إلى مستقبل أفضل كان يستطيع أن ينبذ النعرات والطائفية والإرهاب لكن حدثت مسببات حالت دون ذلك سأعطيكم مثل ثورة الربيع اليمني ثورة الحادي عشر من فبراير 2011 تعلمون أن الشعب اليمني مسلح يتقاوز عدد الأسلحة التي يمتلكها عدد السكان فتخيلوا أن ينزل ذلك المتعصب ذلك القبيلي ذلك الذي يخزن القاتل في ساحات وميادين الحرية والتغيير ويفتح صدره للنار أمام الأمن وأمام الجيش من أجل إسقاط النظام بطريقة سلمية ويقتل ويسامح رجال الأمن رغم أنه قادر عن الثأر ولديه قبيلة كبيرة عريضة تستطيع أن تأخذ بثأره لكنه بكل حب واحترام يقول لذلك رجل الأمن سامحك الله من أجل ماذا؟ من أجل الحرية من أجل التغيير من أجل مستقبل وغد أفضل عندما نزل الشباب إلى ساحات وميادين الحرية والتغيير في اليمن وأبرزها كانت في تعز مدينتي حبيبتي التي أسميت الحالمة لأنها دوما حالمة وهي من فقرت توراة الحادي عشر من فبراير في اليمن وساحة التغيير في صنعاء تخيلوا أشهر عديدة والشباب يفترشون الخيام القبائل والمتعلمين والمثقفين والأميين كلهم انخرطوا في نسيق اجتماعي أنا أسميها المدينة الفلاطونية نعم إن كنتم تبحثون عن مدينة فلاطون فتعالوا إلينا ستقدونها في ساحات وميادين الحرية والتغيير فانمزقت كل الآراء والثقافات واحترم الكل الآخر لسبب واحد هو حب التغيير حب المستقبل الأفضل والهروب من الماضي التعييس الذي ولدته لنا الأسرة الحاكمة والأنظمة الحاكمة الذي كذبت علينا أكثر من ثلاثين سنة إذن هذه الدنيا سراب بالخراب لعب ولهو والطراب قتل وقهر واقتصاب الغني يقتل فينا الغني يسرق فينا بلا عقاب والفقير يقتل فينا بلا حساب والفساد بات يمشي كالضباب قد بدأنا من تراب ونهايتنا التراب ورضينا العيش في هذا العذاب فادعي الله وأنتم معي الذي فوق فوق السحاب ارحم الناس الذين باتوا من طبع الكلاب مع معذرتي للشعراء أنا لست شاعراً ولكن رتبت الكلمات إذن هل ممكن أن نقبل ببعضنا البعض وأن نتنازل عن بعض طائفية وبعض العنصرية وبعض المذهبية من أجل سبب واحد من أجل العيش سوية على الأرض المعمورة التي خلقها الله سبحانه وتعالى وهو من يحيي وهو من يميت هل نستطيع أن نعيش سوية من أجل غد أفضل من أجل مستقبل أفضل من أجل أن نحارب الإرهاب مثلاً هل نستطيع إذن لا سبيل للتغيير دون تقبل الآخر وشكراً مروان إسماعيل نموذج للشاب العربي الذي خرج للميادين وهو يحمل فكرة الوطن الوطن للجميع صحيح؟ أكيد ونازلت إذن لا سبيل للتغيير دون قبول الآخر أي أن كان العرق المذهب الجنس بالمناسبة شرك معي مروان في الدفاع عن حقوق المرأة السياسية تحديداً وأنا أدافع حالياً عن اليهود المستضعفين في اليمن وأنا مسلم للعلم والليحاطة نعم منهم أيضاً من اخترع عشياء بالمناسبة قبول الآخر يعني النزول إلى الميادين مرة أخرى بذات القلب قلب الوطن الواحد والمواطن الواحد هذا هو سبيل مروان إسماعيل للتغيير شكراً مروان اشتركوا في القناة